هجوم هو الثاني من نوعه بطائرات مسيرة تشنها الميليشيات السلالية الحوثية على أهداف مدنية ومؤسسات حيوية في عمق المملكة العربية السعودية بحسب بيان للتحالف العربي فإن طائرة حوثية بدون طيار أسقطتها دفاعات التحالف قبل تنفيذ هجوم وشيك على مطار أبهى الدولي الهجوم الحوثي بطائرة مسيرة هو ثاني هجوم من هذا النوع من السلاح بعد هجوم بعدة طائرات مسيرة في العاشر من شهر إبريل الماضي بعدة طائرات أسقطتها دفاعات التحالف العربي المتحدث باسم التحالف العربي كشف في مؤتمر صحفي عقب إسقاط الطائرات المسيرة الشهر الماضي أنها صناعة إيرانية وتم تهربها لليمن في خرق واضح للقرارات الدولية وتعمدها استهداف الأمن القومي السعودي انطلاقا من اليمن عبر عصاباتها السلالية ورغم أن الطيران العربي شن غارات مكثفة على الوحدة المسؤولة عن الهجوم من صعدة فإن عمليات إطلاق الصواريخ من المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية ما زال مستمرا وأطلقت قرابة عدة صواريخ خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان ضمن التصعيد الإيراني ضد المملكة العربية السعودية كمحاولة منها لإحداث اختراق عسكري في جبهة الحدود المشتعلة منذ ثلاث سنوات لإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد السعودي ومع اشتعار المعارك في محافظة صعدة وتضييق الخناق عليها في جبهة الساحل فإن إيران تصاعد من تهريب السلاح للميليشيات للتصعد ضد السعودية والسهداف الملاحة الدولية كابتزاز إيراني لأمن الملاحة لإيقاف عملية التحرير التي تقترب أكثر فأكثر من تحقيق انتصارات حاسمة في محافظة صعدة وتأمين سواحل البحر الأحمر